الحمد لله الصلاة والسلام عليكم وصحبه ونوالله طبعا سمعنا أخبار تنشر عن موضوع عودة الجناس لمن سحبت منه لكن بطريقة أخرى أن يعطون جنسية خامسة وما شابه ذلك وهذا الأمر ذكرنا اللي بعض الأخوة في الحكومة أن أهل الكويت جميعا يعلمون أن قرار سحب الجناسي هو قرار سياسي وأن لا علاقة له بما يذكر عن كل جنسية على حياد بل هو قرار شمل الإخوة التي سحبت منهم جناسيهم يعني بأيام ووقت وحقبة أهل الكويت يعرف ظروفها السياسية لذلك نقول أن القرار السياسي في ذاك الوقت جعل هذه الجناسي وأحال هذه الجناسي للسحب وما شملت من عوائل قادر على أن يكون هناك قرار سياسي أيضا مماثل في عودة هذه الجناسي كان هناك وجهة نظر لدي السلطة والحكومة في ذلك الوقت في موضوع سحب الجناسي بغض النظر عن تأييد هذا القرار خاطئ أم صائب لكنهم أصدروا في ظروف سياسية معينة لهدف سياسي معين كل أهل الكويت يعرف تلك الأسباب ومسببات القرار الآن انتهت هذه الحقبة ونحن عدنا وعاد الأخوة إلى المجلس وانتهت المقاطعة إذن الظروف السياسية التي صاحبت ذلك القرار في سحب الجناسي انتهت ويفترض أن نعود مرة أخرى لتغيير ذلك القرار لأنها انتهت صراحيته وانتهت قيمته المقصود بها من خلال ما تفكر به السلطة في ذلك الوقت الآن نقول الأخوة حتى المقاطعون والحراك السياسي السابق وغيرها من المعارضة الآن أرادت أن تفتح صفحة جديدة في دخول المجلس وفي وضع يدها مبسوطة مع الحكومة للتعاون فلذلك مثل هذه الملفات التي تؤرق الأخوة في المعارضة وتؤرق الشارع الكويتي يجب النظر فيها بعناية والعودة إليها بقرارات سياسية كما كانت قرارات سياسية سابقة كل ذلك الأمر لا يتعدى خمس أو ست أو سبع جناسي أو عوائل والسلطة تجنس العشرات والمئات من الجناسي لماذا توقف الكويت على قدم لأجل مجموعة عدد قليل من الجناسي ونحن نجنس العشرات والمئات من الجناسي إذن نحن الآن نحتاج إلى توحيد الجبهة الداخلية الظروف السياسية والإقليمية يعلمها الكويت وتعلمها السلطة ويعلمها من في الجوار ظروف لا تحتمل التوترات السياسية سواء داخل المجلس أو غيرها لذلك مثل الملفات التي أحدثت يعني زوبعة وضجة في المجتمع الكويتي في السابق يجب حلها مثل ما صدرت بقرارات سياسية أن تصل بقرارات سياسية وننهي هذه الملفات ولماذا هذا التعقيد ولماذا هذه الأزمة ولماذا لا نفكر بشكل جدي بحل أزماتنا بشكل يسير سهل نحن أصدرنا قرار سياسي أي السلطة في ذلك الوقت فلماذا لا يصدر قرار سياسي بنزعفة الأزمة نزعفة الأزمة حتى في مجلس الأمة لماذا نضطر إلى قوانين وإلى استجوابات وإلى غير ذلك ونحن بيدنا الحل السياسي السهل وهي عودة هذه الجلسة خاصة أننا نعلم وأهل الكويت يعلمون أن من سحبت منهم الجناسي إنما هم ضحية للصراع السياسي لا أحد يقول لا الجنسية الفلانية فيها كذا والجنسية الفلانية فيها كذا لا نعلم وأهل الكويت يعلمون وكل رجل ورجل الشارع يعلم اليوم أن موضوع الجناسي بالجملة هو قرار سياسي بحت اختيرت نوعيات وشخصيات حتى شملت للأسف يعني بعض العوائل التي لا لا قتلها ولا جمل في الصراع السياسي ونعلم ما عانت هذه الأسر وعانت وتعاني وهذا نعتقد أنه ظلم وجور وفجور في الخصومة لا يمكن أن نقول غير ذلك لذلك نقول ذهبت تلك الحقبة بما صحبها من الخلاف ومن الضجة ومن الأخطاء اليوم مثل ما يقال بالكويتين نحن عيال اليوم عدلوا القرارات الخاطئة عدلوا القرارات التي ذهبت في وقتها في أزمتها الآن نحن في وقت آخر في صفحة جديدة نريد أن نعمل الكويت لمستقبل الكويت لا تعلقون تلك الأمور السابقة والأخطاء السابقة وتجعلونها يعني كرة ثلج تستمر إلى ما لا نهاية هذا من الأخطاء التي نرجو أن تنتهي بأسرع وقت وبأسهل السهل وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة كما قال عليه الصلاة والسلام نحن مستمرون في تقديم قوانين وربما أمور أخرى نتشاور بها مع الإخوة لكن الآن الكرة كما يقال في ملعب الحكومة في ملعب السلطة أن تستطيع أن تنهي الملف بأسهل طريقة فلماذا هذا التعقيد نحن حتى القرارات السابقة والقوانين السابقة التي أحدثت في عهد المجالس السابقة نرجو وما يسمى بحزمة الوثيقة الاتصادية وغيرها نرجو أن لا يطبق منها شيء حتى يشار فيها المجلس الحالي لأن تطبيق أي شيء من ما يسمى بالضرائب أو برفع الأسعار أو برفع الدعوم هذا تصعيد من الجانب الحكومي فيجب إذا كانت الحكومة جادة في التعاون مع المجلس أنها تتعاون في مثل هذه الملفات ولا تبدأ التصعيد من جانبها ثم تقول المجلس يصعد والمجلس يريد أن يؤزم نحن نقول من يبدأ بالتعزيم هو المسؤول عن هذه الملفات وعن هذا التعزيم شكرا ترجمة نانسي قنقر